دكتور فريق أن ذكرت أنه فكر الحماقة يعني حتى اللي بفكرنا نعم يعتبر أو يحسب خطيئة كمان يعني الكتاب بيتكلم القلب وأخدعه من كل شيء وهو نجيس من يعرفه من القلب تخرج الأفكار الشريرة وبيتكلم عن ليستة خطايا كبيرة لكن كتير مرات يعني حتى الرب قول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان فالكلام حتى اللي بنحكيه شو رايك مظبوط والرب يسوع وصانا وقال لنا انتبهوا أنه كل كلمة بطالة تخرج من فم الناس سوف يعطون عنها حسابة وكلمة بطالة هنا لا تعني رديئة لكن تعني بلا هدف نعم بلا معنى الرسول بولوس أوصانا في رسالة أفاسوس أصاح أربعة وقال لنا اطرحوا عنكم الكذب نعم وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه ويضيف لا تخرج كلمة رادية من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان طب ماذا عن المشاعر اللي من جوه اللي من جوه ما حد بيشوفها ما حد بيشوف بيشوف شايف شايفها الإيمان المسيحي يعلم خد بالك من مشاعرك حتى دي طب أنا ظبط سلوكي قال له لا الله يارى جوه أبل بار الله شايف ليس خليقة غير ظاهرة قدامه كل شيء أوريانو مكشوف فمثلا ايه عن المشاعر لينزع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتكديف مع كل قبح وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض اشتركوا في القناة